لم يتوقف عن تقديم خدمته في رفع المخلفات من الشوارع والأزقة ومنذ ما يزيد عن عقد من الزمن يواضب الرجل على القيام بواجبه دون ملل آملا أن يعيد لمدينة تاعز رونقها نبكر من سيط الصباح إلى الساعة واحدة ظهرا نكمل عملنا الفترة الأولى ونقوم بتنظيف المدينة وقمالها وتحسين أوضاع المدينة من قمامة التي في الشوارع يبلغ سمير من العمر خمسة وثلاثين عاما وهو أب لأربع فتيات وولدين يقضي ما يزيد عن ست ساعات يوبيا في إنجاز مهامه الاجتماعية على أكمل واجه براتب شهري زهيد لا يتجاوز سبعة وعشرين ألف ريال حالتنا المعيشية صعبة ولم نلاقي بأي من وين ندخل قوت أطفالنا بسبب قطع الرواتب في ظل التكدس المتزايد للقمامة في الأحياء السكنية الذي يقابله الإهمال من بعض السكان وقبلهم بعض الجهات المعنية يجد عمال نظافة حالهم وسط رحلة يومية قل ما يأخذون فيها قسطا من الراحة والهدوء عوضا عن كل هذا التدهور لم يتسلم سمير وغيره الكثير من زملائه راتبهم منذ نحو عام لكن ذلك لم يمنعه عن العمل فمنظر تكدس المخلفات يزعج سمير ورفاقه ممن يبدلون جهودا مضاعفة لينعم غيرهم بالصحة حمزة أمين قناة بلقيس تعز اشتركوا في القناة